بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفصل السابع لمقرر هندسة البرمجيات في الجزء ده يا جماعة نتكلم عن الموضوع اسمه test driven development تعالوا نشوف يعني يا جماعة test driven development بيقولك في الاختبار دوت بيتم العمل الاختبار وكتبت الكود بشكل متداخل اه يعني اختبر اكتب كود احسن من وظيفة شوية اختبر الوظيفة تحسنت ولا لأ وبعد كده كلام ده طلق سليم اقوم عمل ايه بقى اكتب كود كمان اقوم بعد كده مختبر الكود الجديد دوت عمل ايه في الوظيفة الجديدة للبرنامج وهكذا معنا يا جماعة اه اذا الاختبار وكتبت الكود والتطوير للبرنامج بيتموا في وقت واحد اختبر اكتب كود جديد اختبر اكتب كود جديد واتأكد ان الوظيفة الجديدة تحققت وهكذا طيب خلي بالك بقى انا ما بنتقلش من خطوة الخطوة تانية يعني ما بنتقلش من ايه من testing واكتب كود جديد الا ما تأكد ان الاختبار الاول تم صح يعني ما انتقلش من وظيفة الوظيفة تانية الا ما تأكد ان الوظيفة الاولية تحققت يعني testing الاولين ايه اظهر ان الوظيفة تحققت فعملية التداخل ما بين testing وما بين كتابة الاكواد التطوير دي عاملها اسمها يا جماعة testing driven development معي اه اذا ممكن اقول بقى هنا ان التطوير وكتابة الاكواد بتتم بصورة ايه متزايدة صح اه يعني واحدة 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 اكتب كود اختبار كود اختبار وهكاس طيب تفتكروا يا جماعة ايه الطريقة المسلة لان انا استخدفها test driven development الايه اجيل ولا blend driven صح كده اجيل ايه لان اجيل كانت بتسمح لبتتداخل تداخل الخطوات مش كده لكن blend driven كانت تأكد لان كل خطوة لازم تتم لازم تتم وتنتهي لكن بنقول هنا حاجة بقى جماعة ان هي مشهورة جدا في اجيل مسود لكن ما يمنعش ان احنا ممكن نستخدم الطرقة دي فين في البلان شوف الكلام ده مع بعض بتقول ان test driven development دي اختصارة tdd is an approach program development in which you interleave testing and code development اه شوفت كلمة انترليف دي اه بتداخل فاهمين التستنج وتطوير الكود وان الاختبار بيتكتب الاول قبل ما تكتب الكود قبل ما الكود ويحصل له ايه باسنج طيب وايه كمان يا جماعة وانك انت كده بتطور بتطوير ايه incrementally يعني بطرقة متزايدة تكتب الكود وتختبر ثم تكتب الكود بازل موضوع موضوع متزايد وكذلك ممكن نقول برضو ان التست بيتم بطرقة متزايدة ايش كده اه طيب وايه كمان احنا قلنا جماعة دلوقتي ان الطريقة اللي احنا مشهورة في استخدام هزي الطريقة اللي هي مين اجيل مسود زي الاكسترين برجرامج على سبيل المثال بس ده ما يمنعش ان احنا ممكن نستخدم ايه ايه نستخدمه في البيلان دريفن ديبلوبمنت طيب تعالوا نشوف مع بعض كده شكل عام يوضح التست دريفن احنا قلنا ايه قل لو احنا عايزين نضيف فانشن جديدة identify new functionality وظيفة جديدة للنظام ها بقوم وظيفة وقوم كاتب التست بتاعي واختبرها اكتب التست وبعكده والله لو الوظيفة دي اتحققت اروح اعمل وظيفة جديدة واكتب التست الكل بتاع التست واختبر اتحققت اعمل وظيفة تالتة جديدة واكتب التست واختبر مش كده طب بفرض واحدة فيهم ما تحققتش فيه لأ بيقولك قبل ما تروح تعمل function جديدة روح تاني اعمل ايه اتأكد بقى كده ايه ان الفانشن ايه ايه اتعملت وانها تنفيزه بطرقة سليمة ورن التست عليها نجحة روح للفانشن اللي بعدها اذا في عملية الفيلنج معناها ان انا بعمل ايه بعمل implement الفانشناليتي بقدر بقى اعدل بقى اشوف الخطأ عندي فين اعدله واروح اعمل تست جديد والله بعد كده لو حصل ان بص انتهى وتأكدت ان الفانشن تمت اروح اعمل فانشن جديدة واكتب التست اذا غير مسموح ان انا انتقل من function لا function تانية او من وظيفة البرنامج لاوظفة تانية الا لما اختبر الوظيفة الاول الاول حققت الوظيفة الاول اروح اختبر وه كذا انها فانشنة تاني انه اعدل من الفانشن كنت تressing عمل وهناiga صلوك وارروح ام لككود مقرفي ورح تست من جديد وهكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته